سيد النائب يعني حدثني عن حالة حقوق الانسان داخل تركيا خاصة بما تتعرض له المرأة التركية والاطفال حتى داخل السجون التركية تركيا خاصة بما تركيا خاصة بما تتركيا خاصة بما تتخول حقوق الانسان داخلتنا حقوق الانسان بالنسبة لديك هل يمكنك أن تسمع؟ لا أسمع، لا أسمع، لا أسمع. هل يمكنك أن تسمع هذه الحقوقات أكثر؟ هكذا يمكنك أن تسمع حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. أصبح يمكنك أن تسمع، لا أسمع. ترجمة نانسي قنقر 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 هناك حوالي ما لا يقل 20 ألف محتجاز بدعوى موضوعات مختلفة يوميا تحدث ترجمة نانسي قنقر هناك نساء كثير يبقين في السجون مع أطفالهن الصغار نعم وتسبب هذا في مآسر كثير من العائلات التركية والأسر التركية هذا ليس أمرا جديدا هو موجود منذ فترة وزاد مع حالة الطوارئ التي فرضى أردوغان هذه العملات الأخيرة هدمت كثير من البيوت وحطمت كثير من الأسر كثير من الأطفال والنساء والكهول دخلوا السجون بدون مبرر قانوني نعم واضطربت العائلات والأسر وفسدت حياته الاجتماعية يعني مفهوم حدثني سيد عمر عن إن كان لديك أرقام عن عدد السجون في تركيا وعدد المساجين داخل تركيا وتحدثت عن عشرة ألف امرأة داخل السجون يعني حدثني عن مجموعة من الأعداد والأرقام وأنت مهتم بحقوق الإنسان ونحن نعلم أن حقوق الإنسان في تركيا تأتي في المرتبة ثاني أسوأ دولة في العالم في الحرية حقوق الإنسان خاصة للصحفيين والإعلاميين ترجمة نحن 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 نح في آخر خمس سنوات تم تقريباً إنشاء ما يقرب من 225 سجن بسبب هذه العملات السجن والاعتقال غير المبررة وغير القانونية يوجد في تركيا سجون أكثر من المصانع سجن 300 ألف شخص في بداية شهر فبراير هذا العام هناك في مكان يسعى 120 ألف شخص سجين فقط ما يفوق 300 ألف سجين رغم أنهم أخرجوا قانون لإعفاء وتخفض العقوبات إلا أن هذا لم ينفذ بحق المساجين السياسيين استسنوا من هذا القانون ومن تفعيله حتى إنه كان هناك أحد رجال المفيا اسمه على دينشاكي أخرجوا ولم يخرجوا المساجين السياسيين هم يواصلون ملء السجون بمن يسمونهم بالمعارضين السياسيين ولا يسمحون لهم بالاستفادة من هذا القانون الذي أقرروا في حين أنهم جعلوا مجرمين يستفيدون منه ورجال المفيا نعم هناك الكثير والكثير والعداد تنزيد يوميا من النساء في السجون وعائلاتهم تتمزق وتتشتت ويعيشون مآس كثيرة بسبب هذه الأفعال التي تتخذها السلطة هناك الآلاف من الأطفال ليسوا في السجون مع أمهاتهن وهم يعيشون مشاكل نفسية خطيرة وصدمات نفسية خطيرة تؤثر في حالة من نفسية هذا ما حدث هو جزء من كثير هناك الكثير من الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان سنكشف عنها ويجب الكشف عنها نعم التفتيش العاري قضية مهمة ومسيرة ولكن هناك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان يتعرض لها الناس في تركيا نعم ولا تزال تستمر هذه البور من قبل السلطة السياسية ترجمة نانسي قنقل